السؤال اللي معانا دلوقتي يا شيخ عويضة لو واحد في المسجد سايب صفوف وعامل صف لوحده وكل ما نكلمه ان يدخل معانا في الصف ما بيسمعش الكلام طيب نيجي الحديث عمل اشكال عند بعض الناس وهو لا صلاة لمنفرد خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف يا ترى لا صلاة بينفي صحة الصلاة يعني لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة لمنفرد خلف الصف ينفي كمال الصلاة هي نفي صحة ولا نفي كمال هو ده اللي بين الفقهاء طيب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافائية على ان صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة حتى ولو وجد فرجة في الصف ولكن تكره فقط يبقى هي مش باطلة يبقى الحالة اللي معانا هو متعمد لان فيه مكان في الصف قدامه وهو مش عايز لا اي امر بقى من الامور مواسوس احيان بعض الناس بقى عندها وسوسا ان حد يقف جنبه وده ما ينفرد طبعا ده مش صح ولكن هنفرد هذه الحالة التي معانا صلاة صحيحة صلاة صحيحة ليست باطلة هي غايتها انها مكروهة فقط يعني يسبوه صلاة صلاة صحيحة ان شاء الله وله ثواب الجماعة كما قالوا ونص على ذلك الامام الكساني والامام النووي وغيره قالوا وتكره صلاته صحيحة وتكره لانه وجد فرجة ولم يدخل فيها اما ان لم يجد فرجة الصفوف مكتملة فوقف خلف الصف فصلاته صحيحة باطلة طب هو كتب يبقى عليه زم؟ هو كده لانه وقع في الكراهة؟ طبعا مش اقول يعني وقع عليه زم ولكن الصلاة مكروهة يعني بمعنى ممكن اقول ثوابها اقل من ثواب ممن ينتظم في الايه؟ في الصف ويسد الفرجة نعم نعم